نروح مع حضراتكو لحصاد الحكومة الإسبوعية ونشاط مجلس الوزراء الإسبوعية اللي فات وكان لها جهود كبيرة الحقيقة أصدر عدد من القرارات المهمة زي العودة للعمل بالمعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولاة التجارية وكمان الموافقة على قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء في الريف وقرارات تانية كتير هنشوفها دلوقتي مع حضراتكو في هذا التقرير جهود كبيرة قامت بها الحكومة خلال الإسبوع الماضي ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا عن حصاد الحكومة وأهم القرارات والاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتضمنت القرارات العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولاة التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعم مع تطبيق غرامة وغلق يصل إلى شهر للمخالفين كما أصدر قرارا بالاستمرار في حزر إقامة الموالد والتجديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط وتضمنت القرارات أيضا الموافقة على قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء في الريف والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن وذلك تأسيرا على المواطنين من سكان الريف المصري وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ولا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي من أملاك الدولة وتضمنت القرارات كذلك استعراض المشروعات العاجلة المطلوب تنفيذها بمدينة الغردقة استعدادا لاستقبال الوفود السياحية في ظل توجيهات القيادة السياسية نحو زهور مدينة الغردقة بالمظهر اللائق كأحد أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم كما ترأس اجتماعا ضم عددا من المستثمرين لبحث مقترح لإقامة مدينة ترفيهية وثقافية متكاملة في العاصمة الإدارية الجديدة حيث أكد ترحيب الحكومة بكافة الأفكار الجديدة والاهتمام ببحث وتقييم مختلف المشروعات المقترح تنفيذها ضمن إطار مشروع العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بوجه عام اشتركوا في القناة